إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَنَّكُمْ تَعْقِلُونَ أحسن الله إليكم هنا سؤال يقول كيف نترجم سماحة الإسلام لغير المسلمين أثناء التعامل معهم؟ هذا سؤال جوابه فيه عاملهم بخلق الإسلام اجعلهم يرون الإسلام فيك بعدله برحمته حتى أن أهل العلم قالوا لا بأس أن تُهدي للكافر ولا بأس أن تزوره إذا لم يكن في بيته منكر بغرض أن تُظهر له محاسن الإسلام وأخلاق المسلمين فإظهار سماحة الإسلام ومحاسن الإسلام بالعمل من أعظم ما يؤثر في نفوسي غير المسلمين غير المسلم ما يعرف قيمة القرآن ما يعرف قيمة السنة لكن إذا رأىك تفعل ما في القرآن ورأى ثمرة هذا فإنه في هذه الحال على الأقل ستنكسر الحدة التي في قلبه وهذا في الحقيقة مطلوب منا في كل حال ولسي ما من يسافرون إلى الغرب ينبغي عليهم أن يُظهروا خلق الإسلام ترجمة نانسي قنقر